ترجمة نانسي قنقر 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 مؤخرا قلت هالكم هل هاد اللاعب تعتمد عليه ؟ لإنهه المصاب دائماً مصاب هل هاد اللاعبين المصابين دائماً تعتمد عليهم ؟ هل يوسف عطال من المعقول ان هوا يوسف عطال تلت سنين العاب تلاتة اربعة ولا خمسة لي ماتش ولي باقي يقع مصاب يجي ديركت لاكوبدافريك ديركت أساسي بن عيادة ميلة هل هم اللاعبين اللي راهم يتصابون نتكلوا عليهم ونستدعيوهم للمنتخب الوطني الجزائري حتى نستدعيوهم ونحطوهم في دكت البودلة ولكن من الأفضل أنك تشوف لاعبين اللي يكونوا حاضرين بالتأكيد جي تقول لي يوسف عطال وبن عيادة بن عيادة حاضر حاضر في لاكوبدافريك خير من يوسف عطال مشي خير منه حاضر حاضر راه واجد باش يلعب لكوبدافريك كتر من يوسف عطال أول اللي أنه لعب لكوبدافريك تاني اللي أنه ما يتصابش تالي تالي أن يوسف عطال ونرجع منه إصابة كيفاش يجي يحكم بلاستوديرك أساسي يلعب لك ماتش ومبعد يتبليسي خليك في نص البشور ومبعد يقول لي شو بن عيادة وحسن لكني نو نو لالإنسان لازم شوفوا ما هضرنا كان نقد بناء ونقد هدام خلاص ما تدخلوش في هذا الموضوع الأمر واضح أمور واضحة هذية ما كانش اللي بلا عطيفة بلا والو خلقين نحب يوسف عطال نحب أدم والناس نحب رياض محراز نحب الليلي نحبه نجاح نحبهم قاع ولكن الأمر الواقع الإنسان لازم يحضروا باش تروح انتلاكوا بديوموند ولا باش تروح تلعب باش تلعب بلاكوبدافريك ولا باش تلعب تصفية كأس العالم لازم لك الأساسيين يكونوا وجدين مشي مصابين ودكت البودة لأ تكون مشي مصابين باش تروح تلعب دورة باش تروح واجد انت ماركش واجد يروح لك رياض محرز أدم والناس مبليسي عطالي على العام هو مبليسي تلعب به ما تدخل دخل بنعيادة باش يكون دخل في أجواء كأس إفريقية كي ما دخل في أجواء تصفية كأس العالم ملعب وكذا ومنهم بعد غير يوسف عطال يتروح له البليسي ريجي ما راهوش واجد يوسف عطال يوسف عطال ما راهوش في المستوى تعله لماذا ما راهوش في المستوى تعله لأن عنده كتر من عامين هو معانيس لعب معانيس مليح ومبعد قام بليسي يلعب مع الزوجي يخرج إيصابة يريح شهرين ثلاثة يلعب مع الزوجي هل هذا اللاعب اللي تتكل عليه هل هذا اللاعب اللي يقدر ينقدك في المنتخب ضد الكاميرون في كأس العالم إن شاء الله نتأهله في كأس العالم يلعب لك ماتش التبليسة حتى فلاكوب طافريك لعب ماتش ولا الزوج والتبليسة ما نكتافه ما لعبش ومبعد قاع لأن ما راهوش يلعب بيكون صراحة ما راهوش يلعب لعب من طيراز عالمي وهذا اللاعب لو كان مش يقول لكم مش حال بختاره لو كان مش العصابة تتاعه هذا اللاعب دي جاراهو فيه تشالسي ولا فيه تطنها مرسميا كانوا مهتمين به ودرنا علي هالفيديو حتى يعني واسمه صحفيين مشهورين في أوروبا ودود ومزاقية قال لك وحتاج عطال قال لك بللي هتمت بيان ديا كبيرة وصافي بليزير هتموا هتموا كانوا حذبين يدوه تشالسي وتطنهم الانجليز كانوا يبكوا عليه باش يدوه بعد خلاص يصف عطال ما يقدر بها وش كون يده يده انتوشتون ضربة الخرانية مش هادية اللي قبل هادية تعتاربوس وطاعة النمو عثتوا لك م accordingly الزوج و متعمل هاهتي غلاط خلاص بلاستيك في مكان غير يجب سأكد ثلاث حتى ونصف موسم نقولي ما من تلاعب مليحب لان ما رانيش نستفاد منك هذه هي النقطة اللي حبيت نوصل لها على جمال بالماضي أنه قائمة المنتخب الوطني الجزائري تكون محضرة بلاعبين جاهزين مئة بالمئة سواء في المباراتين ضد الكاميرا سواء حتى ونتأهله كأس العالم يخير القائمة لللاعبين الوجدين مئة بالمئة ما كانش واحد خمسين واحد موصب دوكيجي ما عليشو يبرافلي كيبنانسو ما عليش يبرافلي كيبنانسو موصب يريح يداوي عند الاندية تاعو اللاعب يتصاب بزاف يتصاب بزاف نبعده على المنتخب نبعده 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 على المنتخب نهار ما يعاود يقولي للفرما تاعو يقولي ما يتبليز زياش نعيط له نبدأ ندخله بشوية إذا كان يقدم هذي تخلق منافسة بين يوصف عطال وبين باركزوم بن عيادة بن عيادة راه واجد يوصف عطال ما راوش واجد علشان عايط له وندخله ديركت أساسي بن عيادة اللي راني للعبات تسفير كسل عنه نقدر نحطه في الدكة نطيح المورا لبن عيادة ويوصف عطال ما نسفتش من نولو كان يتبليز لأن احتمالية تبليزة مواثرة بنسبة كبيرة لأن مشي أول مرة يعني راهو في مدة تسانتين لتلت سنين ونصر راهو يعاني به راهو غير يتصاب ربي يجيب له شفاء على كل حال فانتمنى أنه كما قلت لكم القائمة تكون مع لعبين واجدين يا خوتي كي رياض محرز ما يكونش في نهارة ولا رياض محرز قدر اللهم رد ضربوا لهوة ولا كده تلقى لاعب ماذا شي تروح تضرب تلقى أدب الناس تلقى لاعب اللي يعوضوا تروح تلقى لاعب اللي يعوضوا تروح تلقى لاعب اللي يعوضوا القائمة لازم تكون لاعبين واجدين من مئة بالمئة سواء لأساسيين سواء للإحتياطين هذا وشن نقدر نقول لكم خوتي ما نطلقوش عليكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام